يعني أنت ضد الفيدرالية أنا ضد الفيدرالية ليه؟ هل نجح هذا النظام يلي بتدافع عنه؟ أكيد نجح بشو نجح؟ على بلعك كيف نجح بثمانين سنة ثلاثة ربعة حروب وفتن ومؤامرة أول شي أنا مع المركزية الإدارية التي هي بند لا يتجزأ من بنود اتفاق الطائفة هو بند إصلاحي تسهيل أمور المواطنين بالمعاملات شيء وتشجيع الإنماء المتوازن بالمناطق شيء والذهاب إلى القول بأنه جربنا تجربة العيش المشترك الإسلامي المسيحي في لبنان فشلت من مئة سنة لليوم وطاعوا نلقي على نظام جديد شيء آخر أنا مع الأولى أنا مع تسهيل مرور المعاملات مع تسهيل حياة اللبنانيين وأنه كل جماعة طالعا بالتعيش أوكي هل مركزية إدارية ما حدا مختلفة وهي بند تجزأ من اتفاق الطائفة اثنين اللي بتجربتي وبمعرفتي اللي أفسد لعيش المشترك هو أولا العوامل الخارجية اللي قدت إلى استقواء كل فريق بخارج ما بفترة من الفترات على حساب الشريك الداخلي وما في استقواء على حساب الشريك الداخلي ولا حتى في مكاسب تحقق على حساب الشريك الداخلي في مرحلة من المراحل ظنوا المسلمين بأن الموارنة اللي كانوا مسكين البلد غابنينهم بمعنى ما عم يعطوهم حقوقهم وكانوا عم بيطالبوا بإصلاحات دستورية بالنظام الموارنة كانوا عم بقولولهم من شكك بلبنانيتكم عروبتكم أكبر من لبنانيتكم ما رح نعطيكم هذه الإصلاحات قالوا أو برروا لنفسهم أنهم يروحوا يتحالفوا مع سلاح غير لبناني اللي اسمه سلاح منظمة التحرير ساعدوا منظمة التحرير لأنه هي كان عندها نية ولكن ساعدوها أو أقحموها في الصراع الداخلي اللبناني وأدخلوا لبنان بفوضى إلى أول ما إلى آخر بال75 نحن تنرد على هذا الهجوم على الدولة بلبنان أول مرحلة حاربنا نحن ونص الجيش اللبناني لأنه كانت سكناته ووضعيته الطائفية ووضعيته السياسية تركيبته كانت لمصلحتنا نحن وقت اللي كمان استنفدنا نحن والجيش اللبناني قدراتنا فزوا عند حافظ الأسد وعمو المعروف ساعدنا تنوقف بوجه الآخرين ورجعنا نقلبنا على حافظ الأسد وروحنا عند أريال شارون وهلأ في جزء مننا رأيه عند علي خماني هذا اللي أفسد الشراكة الوطنية مش اللي أفسد الشراكة الوطنية أنه البلد راكب أنه في مسيحيين ومسلمين كل مرة فريق داخلي أكان مسلم أو مسيحي بيستقوي بخارج ما على حساب الشراكة الداخلية يفسد الشراكة الداخلية بس دايما الفرقات دايما استقوي أنا موقفي من حزب الله بقدر ما هو أنا واضح وقت بحكي عن الاحتلال الإيراني من لبنان لكن أنا بعتبر بأنه الجريم الكبرى اللي عم يرتكبها حزب الله تجاه لبنان بأنه عم يفسد الشراكة الوطنية لأنه العيش المشترك إذا ما في عدالي وحرية ما في عيش مشترك اليوم هو يضرب العدالي لأنه فيه مواطن مميز ومواطن غير مميز مواطن له قدر حق أن يحمل السلاح ومواطن ليس له الحق أن يحمل السلاح في مواطن يمسل أمام القانون ومواطن لا يمسل أمام القانون هذا يضرب العدالي ويضرب الحرية لأنه أنا إلي حق أني روح حارب بسوريا بدون ما أستشيرك أنت ما لك حق إنه إذا أبن عمك شو بعرفني عايش بإنجليترا ومتلفن هو لواحد تليفونه معلق على إسرائيل وهو رجع تلفن لك كما شو المعلومات أو مخابرات الجيش بصير أنا أمام المحكمة العسكرية لا يعني فيه شيء له علاقة بالقواعد وبالعناصر الحقيقية لاستقامة العايش المشترك عن بيضربه حزب الله كل يوم